بقى العجوز قال لي حتي القهوة على الفحم واستعدي الرمضان 2024 بفكرة عبقرية نفيزيها وشوفي المعجزات صلوا على رسول الله لو اول مرة تشوفوني انا مطبخ مامي تصولها اسراء فاتح سكتشين وديه قناتي على اليوتيوب في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم دايما اشعار بكل فيديوهاتي الجديدة اول حاجة كده بنجيب كسرولة ونحط فيها كوباية من المياه ونسيب المياه تغلي كويس قوي بعد كده بنجيب كتع الفحم ونبدأ ان احنا ننزل بها صحيحة كده ساليمة زي ما هي في المياه المغلية ونسيبها تغلي على النار اقل حاجة عشر دقيق بالضبط وبجد الفكرة دي للشباب والبنات والكبار السن والكل حيدعيلي عليها فشارك الفيديو على قد ما تقدروا علشان الكل يستفاد الفكرة جميلة جدا وبجد كل اللي حيجربها حيدعيلي عليه كل السنة وانتم طيبين رمضان خلاص على الابواب رمضان كريم وكل عام وانتم بخير وصحة وسلام يا رب ورمضان كريم علينا جميعا يا رب هسيب الفحم يغلي بقى مرة واثنين وثلاثة زي ما انتوا شايفين كده بس اهم حاجة تنزليه في مياه مغلية ما تكونش المياه بردا انا بسيبه يغلي كده زي ما انتوا شايفين انا هنا متعمدة ان انا مصرعش الفيديو لان انا هعمل معاكو حاجة بجد رهيبة وبتباع بره بفلوس كتير قوي تنشو تخيلين بتباع بره ازاي فتخيلوا ان احنا هنعملها في البيت بكل سهولة يعني بخطوات بسيطة جدا وفي 8 دقايق بس هنعمل حاجة احنا بنشتريها منبره بقلوفات وبمبالغ كبيرة جدا وما بتجيبش نفس النتيجة بعد 10 دقايق بالضبط بعد ما الفحم غالى كويس قوي ويا المياه هجيب معلقة صغيرة كده هرمية مليانة يعني من القهوة طيب البن اللي انا باستخدمه لازم يكون بن فاتح السادة كمان مش محوج وبعد كده هبدأ احط البن بتاعنا القهوة فوق الفحم ويه المياه بالشكل ده وهنا بقى انا المفروض ان انا هقلبهم وهسيبهم يغلوا لمدة ربع ساعة بالضبط هنا بقى انا عايز اقول لكم رحية القهوة قد طلع قلب الدنيا اصلا فاللي هبيحب القهوة كمان هيحب الوصفة دي جدا لان بجد بجد انا هعمل معكم حاجة في الفيديو دلوقتي بجد لا اول مرة بتشوفوها بالكواليتي ديت وبالجودة ديت لا اول مرة هتشوفوها معمولة في البيت بكل سهولة وبجد احنا بنروح نشتري الحاجات دي من بره غالية قوي والكوب بتاعها بيبقى غالي فما بالكو بقى بالوريجينال بتاعها بيكون ايه يعني بغض السعر بقى غالي جدا تمام فانا هنا هسيبهم يغلوا بقى لمدة ربع ساعة بالزبط علشان نغد كل الفوائد اللي في الفحم وكمان اللي فيه القهوة صلوا بقى على رسول الله لايك بقى وكومنت حلو رمضان كريم ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عايزة بيكم اوصل للمليوم مشترك فاشارك الفيديو ده ويا صاحبتك ويا حبايب قلبك ويا اهلك لان بجد الفكرة رهيبة وهتبهر الجميع وكمان اكتبوا لي بقى وتفعلوا معايا في الكومنتات اللي بيشوفني من بره مصر انت بتشوفوني من اي دولة او من اي بلد بالزبط ومرسي جدا لكل الكومنتات الجميلة اللي بتجيلي هنا على القناة مش عارفة شكركوا ازاي بجد مرسي جدا لكل كلامكم الجميل وبجد انتو قصريتي التانية وكلامكم ده تحفيزي ليه فكلامكم بالدنيا وما فيها يعني شكرا جدا اه وشكرا اللي حبكم ليه وشكرا اللي استقادتكم فيه وانا عايزة اقولكم ان انا لما بقرأ الكلمة بس انتو كدبين انا ببقى طائرة وكده فما بالكو بقى اما بقرأ كل الكومنتات ديات بكون عاملة ازاي فشكرا من هنا البكرة يعني هقلب كويس قوي القهوة مع الفحم وهسيبهم يغلوا لمدة ايه يعني ربع ساعة وفعلا زي ما بيقولوا اللي بيحبه ربه بيحب فيه خلقه فانا اجمل هدية ليه حصريتي للسنين اللي فاتت هي انتم وحبكم ليه وتشجعكم ليه والحمد لله ويا رب دايما كده يكون عند حسن ظنكم شكرا جدا لكل اللي بتعمعني من دولة الجزائر جمهوري التاني بجد شكرا جدا جدا انا بشكر دولة الجزائر هنا بالاخص في الفيديو ده لانهما بيقولوا لي في الكومنتات استرقوا ما بتجيبيش اسمنا ليه ازاي بقى ده انتم احلى حاجة يعني جمهوري رقم اتنين بعد كده بقى بحط معلقة من النشا بدويبها مع الميا وببدأ ان انا بقى ايه اخد الميا بنشا واحطها على الخليب بتاعنا والنار عالية لمدة دقيقة واحدة فقط هتدينا القوام الكريم ده هنا هديت النار وستها هتغلي مرة واثنين وهقفل النار على طول علشان ما تتكتلش تفضل كده القوام بتاعها عامل زي الكريم بصد القوامة عامل ازاي واللوم بتاعها عامل ازاي في لمعة رهيبة طب اللوم فيه اللمعة دي ليه علشان احنا عملناها صحة عايز اقول لكم ان رمضان السنة دي كمان ليه طعم تاني في قلبي كده وعايز اقول لكم ان انا يعني بقيتوا بتقووني بطريقة انتم مش متخيلين هحبوكم ليه دعمكم يعني احساس حلو بجد يعني فالحمد لله انا فرحانة جدا رمضان ده ان انا عندي الكمية دي من الناس بتحبيني وانا كمان بحبكوا جدا وبعتذر جدا لو انا مش بلاقي الوقت ان انا ارد على كل الكومنتات اللي بتجيلي ولكن انا بقرأها كلها ومتشاكرين جدا تمام وبشكر برضو دولة المغرب بليبيا السودان امريكا ايطاليا فرنسا بشكر كل الدول اللي بتتبعني على مستوى العالم بعد كده بقى على طول الخليط بتاعنا سخن هبدأ جيب الزيت الارجان والزيت ده اساسي قوي ده هتلاقي بيباع في اي مكان ولكن ده سحر بجد معجزة هبدأ كده ااخد من الزيت ده معلقة صغيرة تمام اساسي يا اسراء زيت الارجان تقدر تستخدميه بزيت الخروع ولكن زيت الارجان بيكون اخف شوية والمفعول بتاعه سحري اقوى بجد قوي جدا 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 فهبدأ كده ااخد معلقة من زيت الارجان واكتبولي بقى في الكومنتات عايزيني يعمل لكم ايه في رمضان اي حد عايز اي وصفة حتى لو طبق حلويات اي حاجة اكتبولي كده وهطلع لكم في لايف او في فيديو مخصوص وهعمله ان شاء الله معاكم فاكترحولي شوية افكار كده هاخلط بقى الارجان مع كل الكريم بتاعنا طيب ده احنا بنسيبه يبرد تماما بسه القوام عامل ازاي كريمي وفي لمع غير طبعية شايفين المنظر علشان يفضل بنفس القوام ده وما يتكت تلش تسيبيه بقى بره التلاجة ما تحطوش في التلاجة خالص كده كده زيت الارجان ده مدى حافظة كمان تمام فانت ده هتحطيه في اي علبة لما يبرد اول ما يبرد هتنقليه في اي علبة كده اهم حاجة تفضل تقلبيه علشان يفضل القوام بتاعهم سيابي كده ويتشليه في اي علبة لها غطى بره التلاجة علشان احنا في فصل الشتاء تمام دي بنستخدمها في ايه بنستخدمها دهال للشعر ويندلج بها فروة الراس في حرقات دائرية والشباب يقدروا يستخدمها لشعر الدقن والاماكن اللي فيها صلع او سعلبة في الراس والبنات يقدروا يستخدمها في المناطق اللي فيها فراغات في الراس تبدأ ايه اسراء ده اقوى كرين او كناعة تعمليل شعرك حرفيا هيطول شعرك بسرعة استروخ وكأنه هو بروكة زي شعر بانزل كده مش بس كده هو بينبيت فراغات الشعر وبيكسف الشعر لانه بيعزز من الدورة الدموية في فروة الراس فبتلاقي بقى ان الشعر بيتول بطريقة غير طبيعية وبيكسفها زي ان الكريم ده اقوى كريم القهوة معروفة بجد راهيبة في تطويل الشعر وبجد ده اقوى كريم تقدر تستخدميه بس بنفس الطريقة للقضاء على الشيب الشعر الابيض حتى لو راسك كلها شعر ابيض انت بتستخدميه كل يوم لمدة شهر وتقدر تغسليه بعد الاستخدام بساعتين عادي جدا او تقدر تستبيل تاني يوم على شعرك برضو عادي جدا انت بتدهنيه زي كريم او زي الزيت او زي السيروم فده بيعالج الشعر الابيض وبيرجعه اللون الاصلي حتى لو انت عندك شيء مبكر او حتى لو انت عندك سابعين سنة ومش حابب ان انت يكون عندك شعر ابيض فجربوها يا شباب بقى على شعر الدقني كمان وتقدروا كمان تجربوها على المناطق اللي فها صلع لان بجد دي بتنبيت فراغات الشعر بطريقة غير طبيعية جربوها بقى ولايك وشير على قد ما تقدروا كل سنة وانتم طيبين يا احلى حاجة في حياتي وشكرا جدا لاندمانكم لقناتي ويا رب دايما مفرحيني ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم شيروا الفيديو على قد ما تقدروا واشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم